اشتركوا في القناة هذه هي صفحة الدخول مالتي رح اخلي الوزر نيم اخلي الباسورد واسجل دخول اليوم ان شاء الله انوا ياكم رح نناقش موضوع الاختبارات او الامتحانات هذا اللي موجود عدكم امامكم دي شوفونه بالنافذة الرئيسية طبعا قائمة الاختبارات اهنا او قائمة الامتحانات رح تلقى بيها عدد الامتحانات اللي متوفرة عندك واللي انت لحد الان ممعديها شوفا الثاني عندي اختبار واحد فقط عندي اختبار واحد فقط فمن اروح اضغط على قائمة الامتحانات رح تطلع لي هاي النافذة اللي دي شوفوها امامكم طبعا هنا هذي تحديث من الممكن ان نسوي الاختبارات مالتي حتى شكوه شي جديد رح ينزل بهذا الصندوق مالي الاختبارات اذا ما ظاهر لحد الان عندي هنا جوه دي شوفون من الممكن انا بحف عن نوع الاختبار عن طريق اسمه طبعا الاختبار عن طريق المادة اسم المادة عندك ايضا تقدر تبحث عنها اذا كانت عندي كل شوه اختبارات موجودات هنا واردى بحث عن اختبار معين كل اختبار تقدر طبعا موجودة اسم المادة مادة هسا هذي مثلا الاستاذ شنو اسم الاستاذ العنوان مالتي هو امتحان تكميلي مثلا تاريخ البدء شوكت رح يبدي تاريخ الانتهاء شوكت رح يبديه شوف هذا اني كل هن معلومات الوصف امتحان اعادة الطلبة اللي بينا لم يؤدوا الامتحان فعال اكتف نعم فعال خليك يا الاستاذ مالتك فعال يحتوي على زين يحتوي على مرفقات يعني تقدر تصعد ملفات مثل الفات وورد تقدر تصعد صورة تقدر تصعد اه ملف صوتي كل دنيا تقدر انت تصعد هنا اناسا مثل ما احنا رح نشوف من العرض هذا الاختبار هذا الاختبار كدني معلومات خاصة به انت تقدر تسويه لعرض اوكي فهنا عرض الامتحان رح تطلع عندك الامتحان على جهة اليسار مادتك مباشرة هاي دشوف امامك اكو الساعة الوقت ودشوف داع التنازليا عندك حسب الوقت المحدد اليك عندك اسم المادة اللي هي security of computer and networks العنوان امتحان تكميلي وصف الوصف المادة امتحان اعادة للطلب الذين لم يؤدي الامتحان سابقا هنا عدد الصفحات الموجودة عندي اقدر انا اتنقل بها طبعا خليكون ببالكم واقدر ارجع منا اقدر اتنقل بذني الازرار اللي تشوفوها امامكم هنا عدد الصفحات اش كم صفحة موجودة عندك ايضا تقدر اتنقل بها طبعا هنا رح تلقى كل الاسئلة الموجودة عندك هنا طبعا هو الاستاذ اش يمسوي لك امخلي لك هنا سؤال اه سؤالين تلف اسئلة بالبيج الوحدة اوكي تلف اسئلة بالبيج الوحدة اجيت الاول سؤال جهاز الحاسوب هو جهاز مثلا انا رح اقول رقمي على سبيل المثال رح اجعوب رقمي هذا فراغ اوكي احنا نسميها الاسئلة القصيرة اوكي فانطهت رقمي بعد شنو عندي يعرض المعالجة التي تجري داخل الحاسوب اوكي ذاكرة رئيسية ممكن ان اشيرها ممكن ان اشير المعالج ممكن ان اشير وحدة الخزنة الثانوية وممكن ان اشير الشاشة انا حاليا رح اشير مثلا المعالج على سبيل المثال اوكي فهنا المعالج انا اشرته ذاكرة وصول عشوائي مثلا معالج ذاكرة رئيسية فلاش ميموري لوحة لأوم رح اقول للذاكرة الرئيسية على سبيل المثال واضح طبعا هنا دا شوف من الممكن ان نتحمل مرفقات اوكي ومطيك انواحها مثلا رد احمل هاي الصورة وراح اقول لها شنو اوبن حملت هنا طبعا هنا مطيك الملفات المسموحة هي كذا وكذا وكذا ذا نيكول الامتدادات هو سامح به واضح عيني فهنا آآ جاوبت على ذن الاختبارة لو رحل الصفحة رخمفنيا ذاكرة الروم تقدر بي أوكي حجم مالتها طبعا هنا هو منطقية ورقمية فاقدر ازيدها وانقصها حسب ما اريد مثلا انطيته ثمانية. خلقوا له مثلا عسبين المثالان وياكم. اوكي. وبعد ان خلصت اجابة كل الاسئلة مالتي من الممكن انه اسوي شنو انها وتسليم لهذا الاختبار. طبعا انه اتاكد من كل الاجابات راح اسوي انها. رجعت للبيجوان. شفت هذه البيجوان كاملة. كاملة. وهنا ايضا تمت العملية بالنجاح منطيني. راح انطي شنو انها. هل انت متأكد اذا قلت له لا راح يرجعني الاختبار اذا قلت له نعم. راح ينهي لهذا الاختبار. طهت نعم. انتهى الوقت. شكرا لك. واضح. او راح يسلم بعد هذا الاختبار اللي موجود عندي. طبعا راح اقول له هنا رجوع. اوكي. طلع عندي هذا الاختبار انه انا اتممته وانتهى موضوعه. طلع عندي الاختبار. اوكي. شا عندي مع الاختبارات? عندي نتائج الامتحانات. عندي نتائج الامتحانات. طبعا من اروح اضغط عليها راح تلقي النتيجة ماتي. اعمال الامتحانات كلها اللي موجودة عندي. مثلا هنا راح تلقي اسم الاستاذ الشعبة. المادة العنوان تاريخ البدء. شو تنتهي. اوكي. والدرجة هي عشرة وملاحظة. حسنا من اروح عرض النتائج ماتي. راح القي الاجابات اللي اني. نجاوبتها. طبعا دي تشوفون هنا هذني كلهم اختبار هو قديم مأدي. وذي تشوفون. مثلا هنا هو صح بس هو مجاوب خطأ. هذني خطأ هو مجاوب خطأ هنا. طبعا طقفة يعني احنا نسميها مراجعة استفادة من الاخطاء مالتك. شوف هنا ايضا نجاوب خطأ بينما هي الاجابة الصحيحة هذي. احنا نجاوب خطأ بينما الاجابة الصحيحة هذي. وهكذا هنا ترجع تقلب بلا اسئلة الباقية الموجودة باقي الصفحات لاني ممكن كلهم نتجاوب عليهم. بجهة اليسار هنا يطلع لك اسم المادة الشعبة كلية هندسة التقنية هندسة تقنيات الحاسوب. المرحلة الرابعة دراسة الصباحية شعبة اي. اسم الاستاذ موجود عندك هنا صفا علي محمد. تاريخ البدء. شوك تبديه تاريخ الانتهاء ما الامتحان. العنوان. اوكي الوصف ماتة والدرجة اللي انت اخذتها هي عشرة وهنا فد ملاحظات معينة. هذا اخواني طلبة اهم شي موجود بالاختبارات. طبعا عندك جزءين هي قائمة الاختبارات. وعندك نتائج الاختبارات. ذا ان الشغلتين لازم تركز عليه حتى تتعامل تقدر تتعامل مع كل الانتحانات اللي يوفر لك اياها نظام ادارة معلومات طلبة الجامعات المصمم من قبل مركز الكافية. شكرا لكم. شكرا لازغاكم وان شاء الله راح نلتقي فيديوهات قادمة باذنه تعالى لشرح بقية هذا النظام. شكرا جزيلا لكم. اشتركوا في القناة